بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنبدأ منهج الفيزيكس لسنوي شابتر 1 بيكلم على الفيزيكال ميجرمنت يعني القياسات الفيزيئية اول حاجة ميجرمنتز ترانسليت اوار ديلي اوبزرفيجنز انتو كوانتيتيتيف فاليوز ذات كان بي اكسبريزد ان تيرمز اوف نومرالز يعني القياسات بتترجم الملاحظات والمشاهدات اللي في حياتنا اليومية لقيم كمية يعني بالكمية مثلا 2 كيلو جرام 5 كيلو جرام 2 ميتر 2 كيلو ميتر كده ذات كان بي اكسبريزد ان تيرمز اوف نومرالز اللي طبعا يمكن التعبير عنها في صورة عددية سو تو اندرستاند واتزمنت بي ذا فيزيكال ميجرمنت عشان نفهم اصلا يعني ايه فيزيكال ميجرمنت let's take a look at the following example when measuring the length of a pencil by a graduated ruler لما نيجي نقيس الطول بتاع pencil مثلا زي دا كده باستخدام طبعا graduated ruler مسترة مدرجة we compare the pencil with the graduation of the ruler احنا بنقارن البنسل بالتدريج بتاع الرولر to know the length of the pencil عشان نعرف البنسل فيه كم سنتي فاحنا لازم نقارنه بحاجة ايدي الحاجة ثابتة على مستوى العالم كله يعني المسترة اللي معاك زي المسترة اللي مع صاحبك زي المسترة اللي كانت مع اخوك الكبير زي المسترة اللي في امريكا كلها ليها نفس الاسكيل فانت لو جيت است طول الالم رصاص دا هنا مثلا في مصر او في امريكا او في الصين او في حتة هيطلع نفس اللينث بتاعه اللي هو هنا مثلا for example 8 سنتيمتر خلاص ماشي يبقى احنا الاول بنعمل ايه بنقارن compare البنسل مع الgraduation بتاع الرولر عشان نعرف اللينث بتاع البنسل وبعدين بنجي نقول مثلا البنسل لينث طول الالم رصاص طبعا دا النون كوانتيتي احنا احنا اصلا ما كناش عارفينه زي مثلا الالم دا ما احناش عارفين دلوقتي طوله كان بالزبط فاحنا هنيجي هنحطه جنب المسترة وهنحدد طبعا طوله كان بالزبط طبعا هنلاقي فيه فيه قيمة او رقم يعني لكمية الفيزيئية دي وطبعا نلاقي هنلاقي طبعا وحدة قياس سنتيمتر ميتر كيلومتر كده لكن طبعا على مرصاص اكيده يبقى سنتيمتر so the measurement process can be defined as follows ولذلك عملية القياس بنفسرها كما يلي it is the process of comparing an unknown quantity زي الالم دا كان unknown quantity يبقى هي عملية مقارنة كمية غير معروفة with another known quantity بكمية تانية معروفة زي المسترة المدرجة اللي اصلا عليها الاسكيل بتاعه of its kind يعني لازم من نفس نوعها يعني مش مثلا هاجي اقيس طول الالم دا اوم حطه على digital scale مثلا او sensitive balance scale لا انا مش عايز اقيس الماس بتاعته احنا عايزين نقيس الطول بتاعته يبقى لازم of its kind نفس نوع القياس اللي انا عايز اقيسه to find out عشان نجد how many times the first includes the second كم عدد يعني كم عدد المرات اللي الفيرست دا هيحتويها من السكن طبعا مش من المسطرة كلها من السنتيمتر يعني احنا هنا مثلا لما هنيجي نقيس طول الالم هنعرف ان الالم بيساوي قد ايه من السنتيمتر بيساوي eight times سنتيمتر يعني eight times السنتيمتر الواحد هو دا معنى to find out how many times how many times eight times سنتيمتر يعني the first includes the second الاول اللي هو الالم فيه كم سنتيمتر بتاعلي سهلة كده واضح from the previous example the key elements of measurement process can be illustrated as follows يعني المفاتيح العناصر او العناصر اللي هي تعتبر مفاتيح يعني لعملية القياس هي الـ physical quantities نفسها الكمية الفيزيئية نفسها اللي احنا عايزين نقيسها زي ما كنا بنقول لازم it's kind ما ينفعش نحط الالم الرساس ده على الميزان ونقول ان احنا عايزين نقيس الطول بتاعه لا طبعا measuring tools الاداة نفسها برضو نفس الفكرة لازم اجيب measuring tool مناسبة للحاجة اللي انا عايز اقسها third measuring units برضو لازم اختار وحدة قياس مناسبة ما ينفعش اقول 8 gram مثلا ما ينفعش اقول ان طول الالم the length of the bin is 8 gram لا طبعا ما ينفعش لازم 8 centimeter يبقى الثلاث حاجات او الkey elements اللي هما physical quantities الكمية الفيزيئية نفسها measuring tools الاداة اللي انا هيئس بيها measuring units الوحدات اللي انا هيئس بيها physical quantities the quantities that we deal with in our daily life such as mass length time volume طبعا الى اخره كل الكميات اللي احنا بنتعامل معها في حياتنا اليومية are called physical quantities كل الكميات دي اللي احنا بنتعامل معها في حياتنا اليومية اسمها كميات فيزيئية and these quantities can be classified into والكميات دي بتتصنف الى او بتقسم الى fundamental quantities و derived quantities fundamental quantities يعني كميات اساسية و derived quantities يعني كميات مشتق طيب ايه بقى الكميات الاساسية they are physical quantities that cannot be defined in terms of other physical quantities اللي ما نقدرش نعرفها in terms of other physical quantities يعني بمعرفة كميات فيزيائية اخرى او بدلالة كميات فيزيائية اخرى for example length length ده fundamental quantities ده كمية اساسية الماس برضو كمية اساسية time برضو من fundamental quantities اللي هي كمية اساسية اللي احنا يعني ما نعرفش can not be defined ما نعرفش نعرفها طبعا بدلالة other physical quantities بدلالة كميات فيزيائية اخرى لأ هو length length بنفسه الماس برضو ماس بنفسها time برضو time بنفسه في بقى derived quantities يعني الكميات المشتق دي بقى اللي بتشتق بقى من التلاتة الاساسيين دول طيب زي ايه مثلا زي ال speed اللي كنا بناخدها كتير وإحنا في تلتة عدادة في المنهج السنة اللي فاتت احنا طبعا عارفين ايه distance over time ماهل distance دي لنس يبقى انا كده عشان اعرف اعرف ال speed او افهم يعني speed لازم اعرف ها من ناحية اتنين من ال fundamental quants اللي هو length و time خلاص ماشي يبقى derived quantities they are physical quantities that can be defined in terms of the fundamental physical quantities هي بقى الكمية الفيزيئية اللي بنعرفها بدلالة الكميات الفيزيئية الاساسية يعني لازم استخدم واحد من الثلاث كميات الاساسية دي عشان اعرف افهم زي ايه زي ال volume وال area طبعا ماشي بس يعني ال volume derived from length صح ليه لانحن عارفين طبعا ان ال volume هيبقى equal length time is width time is height فيبقى l1 time is l2 time is l3 برضو اتعرف في النهاية بدلالة ايه بدلالة ال length والarea برضو بتتعرف بدلالة ال length خلاص طيب ال speed دي from length and time زي ما قلنا length اللي هو distance المسافة للجسم قطعها والtime اللي هو الوقت طيب مين معانا كده يفكر derived quantities من المass اكيد ال weight لو تفتكروا ال weight مش احنا نقول equal mass times can be defined in terms of the fundamental physical quants يمكن ان يعرف من خلال او بدلالة الكميات الفيزيائية الاساسية تالي كده الحد كده سهل جد integration with mathematics physical quants and their relationships to each other can be expressed by mathematical equations طبعا دي عارفنا طبعا من زمان ان الكميات الفيزيائية والعلاقات اللي بينهم وبين بعض بيعبر عنها بمعادلات رياضية for example when a moving body covers a distance s in time t طبعا احنا كنا بنقول على distance زمان d it's speed v can be expressed as ماشي speed equal distance over time or v equal s over t على السن احنا هنا قلنا distance ستبقى a s بتاعلي برضو سهلة جدا وطبعا خدناها كتير السنفات في التالت قداد and this relation is a short hand formula to give a physical illustration of a particular indication اللي هو physical meaning طبعا دي short hand formula صيغة طبعا قصيرة كده او معادلة صغيرة عشان تدي شرح فيزيائي لمسلا دلالة معينة او معنى فيزيائي معين اللي هو السرعة ال speed بتاعلي برضو كده واضحة وسهلة test yourself one of the physical quantities is the density فاكرين اللي كنا واخدينها في الاعدادي density اللي هي الكسافة وعشان برضو يعني اكيد في ولاد كتير نسيين هو بيقول it's measuring unit is kilogram per cubic centimeter فاكرين كده بدأ نفتكر kilogram per cubic centimeter يعني mass over volume مش الماس بنقيسه بالكيلو جرام والvolume بنقيسه بالكيوبك سنتيمتر تمام يبقى كده يعني نبدأ نفتكر لما كنا بناخد ان دي equal m over v اللي هي الماس over volume تمام is this quantity fundamental or derived طبعا اكيد هتبقى derived physical quantity كمية فيزيائية مشتقة ليبقى لانها طبعا can be defined in terms of other fundamental physical quantities حد يقول يا مستر ماشي تم الماس من fundamental physical quantity لكن volume مش من fundamental physical quantity سنقول بس volume برضو نفسها can be defined in terms of the fundamental physical quantity يعني يمكن التعبير عنها بدلالة fundamental physical quantity يبقى طبعا دي هتكون derived second second measuring tools انا عارف ان الجزء ده بيلغبط كتير طبعا من الولاد او فيه ولاد كتير بيقولوا ايه بقى اهمية الكلام اللي احنا بناخده ده لا الكلام اللي احنا بناخده ده مهم عشان يعني نقدر نفهم يعني ليه دايما العلماء بيتجوا الى accuracy او الدقة في القياسات اول حاجة in ancient times في العصور القديمة humans used parts of the human body الانسان استخدم اجزاء من جسمه and also some natural phenomena وبعض الزواهر الطبيعية as measuring tools such as كادات كياس يعني استخدم اجزاء من جسمه يعني استخدم كف ايد وكده عشان نقيس بالشبر اكيد عارفين ان في ناس بتقيس الحاجة بالشبر او شفتوا ماما قبل كده بتقيس طرحة او بتقيس حتة قماشة بالشبر تمام وفي ناس بتقيس بالزراع طبعا اكيد طبعا بتسمعوا مثلا احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن سيدنا ادم اول لما خلق كان مش عارف مش فاكر بزبط كان طوله سبعون ذراعا فكان فيه ذراع كان وحدة كويس وبالنسبة كمان للولاد طبعا اكتر يعني اللي بيتابعوا كورة وكده عارفين طبعا ان فيه وحدة اللي هي اليرضى اللي بتتقاس بالقدم يعني اوقات كده لما بنجي نلعب كورة او مثلا بنشوف الحكم نفسه في المباريات لما بيجي يبعد الحيطة لما بيكون فيه ضربة حرة عشر فردات يبقى هو كده عمل عشرة يرضى ويبدأ يوقف الحيطة ففيه وحدات كياس كتير بس طبعا ما هياش ايديال يعني ما هياش حاجة يعني اكيوريت ما هياش حاجة دقيقة ليه لان مثلا ممكن واحد تكون ايدي طويلة مثلا فالشبر بتاعه هيبقى طويل مثلا واحدة ستة او راجل مثلا قصير شوية فطبعا لما يجي يقص بالشبر بتاعه والشبر بتاعه هيبقى قصير فانا مثلا اجا ايس طول مثلا حتة اماشا او طول بنترون ولا حاجة اراقي مثلا معي انا عامل حوالي عشر شبر عشر اشبار هو لو ايس يبقى عامل حوالي خمستاشر شبر او لو واحدة ستة تبقى عامل خمستاشر شبر طب احنا بقى هنمشي على كلام مين يعني لازم تبقى حاجة خلاص ونفس الفكرة برضو بالنسبة للزراع في حد مثلا دراعه بيبقى طويل وفي حد تاني دراعه بيبقى قصير هو ده معنا استخدمنا او كانوا يستخدموا اجزاء من الجسم وطبعا فنومنا دي دي طبعا عشان يبقوا عارفين الوقت زي دي عشان يعرفوا طبعا شهور السنة وفصول السنة والطول اليوم وهكذا وطبعا القدم زي ما قلنا كده زي في لعبة كرة القدم عشان نقيس باللنس و شروك الشمس غروب الشمس تطور الأمر حديثا يعني تطورت تطور كبير جدا طبعا كتابع يعني للثورة الصناعية العظيمة طبعا ريفوليوشن يعني صورة اندسترية صناعية عظيمة طبعا كانت بعد الحرب العالمية التانية طبعا طبعا وبالتالي أو بالتتابع كانت الأدوات دي مفيدة جدا للإنسانية والبشرية كلها طبعا في وصف دقيق واكتشاف للظاهر العظيمة ونعملها لما نعملها لما نقيس كمية فزيئية is to choose the sweatable measuring tool لنحنا لازم نختار الأداء المناسبة اللينث أول حاجة طبعا عارفين المتر اللي هو المتر طبعا يستخدم في قياس أبعاد مثلا غرفة وطول طبعا باب رولر زي ما قلنا بقى في الإجزامبل كده بتاع البنسل it is sweatable for measuring glances such as the lens of a book أو a pencil مثلا بتاع طبعا سهل وكلام كتير يعني خدنا كتير وحنا في ابتدائي طيب نبدأ نخش بقى في الكلام الكبير شوية اللي هو بتاع سانوي عندنا مثلا يعني أداة كده اسمها vernier caliper ماشي يعني مكياس vernier it is used high accuracy بيستخدم في قياس small lenses أطوال قصيرة عشان أنا عارف إن فيه أولاد لما يعني هنيجي نقضب التفصيل إن شاء الله هيقولوا ما كنا ممكن نقيسه برضو ونخمن كده وإيه يعني ونختار ماشي بس ماشي هيبقى ايه with high accuracy مش هيبقى بدقة عالية لكن لما هنستخدم ال vernier caliper هيكون طبعا بhigh accuracy بدقة عليه صاد شيئ إيه بقى نبدأ ناخد بالنا زي مثلا measuring the diameter of a bin or the diameter of a small metallic sphere لما نيجي نقيس بقى القطر بتاع bin بتاع ألم جاف أو ال diameter القطر بتاع small metallic sphere كرة معدنية صغيرة طيب وفي حاجة اسمها micrometer it is used in measuring very small lengths with high accuracy برضو بدقة عالية such as measuring the thickness of a sheet or the thickness of a wire يعني تتخيلوا مثلا thickness of sheet يعني سمك ورقة مثلا أو سمك مثلا sheet of paper زي دي السمك بقى مش الطول أو العرض لا thickness بتاع نفسه السمك اللي هي الحتة دي كده أو لما نيجي نحسب thickness بتاع wire thickness مثلا بتاع سلك نحاس من الاستاج الكهرباء دي مش السلك الكبير الكامل على بعضه لا السلك الرفاية خالص عايزين نحسب thickness بتاع و السمك بتاع وطبعا عشان نسهب المسطرة هيبقى صعب جدا ومش نفيش فيها أي accuracy خلص نفيش فيها أي دقة خلص بعض الأمثلة على الأطوال المقاصة طبعا ميركري هيبقى 4 times 10 power 16 متر متوسط نصف كتر الأرض طبعا 6.37 times 10 power 6 متر طبعا 9 to 1 متر طبعا كتر نواة الزرة 10 power negative 14 ناخد بالنا بقى لما تكون حاجة صغيرة جدا هنرفع الباور طبعا ل negative عشان طبعا ده هيبقى كسر من 1 يعني حاجة صغيرة جدا 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 تمام نبدأ بقى نركز عشان فيه هنا حابب بس يعني حاجة حابب ألفة النظر إليها ليكم عشان تسهل عليكم الفهم شوية عشان عارف إن الجزء ده فيه أولاد كتير يعني إيه بيبقوا حفظين الحل كده من غير ما بيبقوا مثلا إيه فاهمين كويس تركيبه أول حاجة بيتركب من يعني تدريج ثابت اللي هو اللي بيبقى فوق ده وده زي المسطرة العادية بتاعتنا خالص كل شرطة من دي في المسطرة زي ما احنا عارفين بتبقى عبارة عن 1 مليمتر احنا عارفين طبعا المسطرة مثلا بتبقى 20 سنتي فمن الزيرو مثلا للوان هنا هنلاقي 10 شرط صغيرة كل شرطة 1 مليمتر يبقى الفيكس سكيل ده عادي خالص زي ما قلنا زي المسطرة 1 ديفيجن في القسم الواحد او الشرطة الواحدة فيه بتبقى 1 مليمتر طيب السلايدنج بقى او الفيرنيار سكيل في بقى واحد هنا كده سكيل على السكيل الاول طيب ايه بقى الفايدة بتاعته الفايدة بتاعته يعني هنفهم اكتر لما ناخد احنا عايزين نحسب الفراكشن من المليمتر مش احنا بنقول ان المسطرة كل شرطة من دي 1 مليمتر صح يعني انا مثلا لو عايز احسب الفراكشن من السنتيمتر وجيت هنا مثلا كده وامتجاي واقف هنا ما ده هيبقى يعني سنتيمتر ونص لو جيت مثلا ويفت هنا فيبقى مثلا او مثلا 1.4 سنتيمتر يعني سنتيمتر و بوينت فور فانا كده قدرت تحسب الفراكشن من السنتيمتر لكن لو حبيت تحسب الفراكشن من المليمتر يعني مثلا جينا نقيس حاجة لقيناها مثلا ما بين الشرطة ما بين اخر شرطة دي اللي هتبقى 0.9 مثلا ومع الوان لقينا حاجة بقى في النص ما بينهم او مايلا شوية ناحية الوان او مايلا شوية ناحية اخر شرطة دي انا عايز احسب بقى الكسر من الملي ده طبعا لو حسبناها كده بالمسطرة هتبقى طبعا مفيش فيها accuracy خالص مفيش فيها دقة خالص لكن طبعا لما بنحسبها ان شاء الله بالفيرنير سكيل بتبقى طبعا more accurate بتبقى دقيقة اكثر طيب اللي احنا قلنا بقى هيبقى تحت ده it moves along the fixed scale and it is graduated into a number of divisions one division equal 0.9 ملي هنا بقى كل division ما هو 1 ملي لا ده 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 كسر من الوان ده 0.9 طيب لو حبنا مثلا نفهم اكتر الفرق هنلاقي مثلا ان على ال ال سكيل ده هنلاقي من الزير لحد 2 مثلا المسافة من الزير لحد 2 ده زي المسافة من سري لحد 4 لا زي المسافة من سري لحد قبل 4 بشرط نقول تاني من الزير لحد 2 لو حد كده جرب كده ولاحظ وبدأ يركز هنلاقي مثلا مسافة على ال من الزير لحد 2 ماشي هنلاقي ها من السري لحد السري سليهợ 3.9 يعني قبل الفور بشرطة واحدة يعني عند ال 0.9 فهنلاقي بقى ال division على مليمتر هيبقى ال division الواحد 0.9 مليمتر ال division الواحد سكيل هيبقى 0.9 مليمتر ليه capaz غير Hello وiix demi ثانيا هنلاقيها زي 1 سنتيمتر من فوق كده بس اقل ب1 مليمتر فيبقى طبعا 0.9 مليمتر طيب ايه برضو الفايدة هنفهم بقى اكتر دلاتي بس بتالي كده بدأنا نفهم احسن الحمد لله يعني اه تمام ولو حد عايز برضو يتأكد ويعاد مفيش مشكلة حتى ممكن ناخد صورة كده من على التليفون صورة كده عادي ونبدأ يعني نعمل لها زوم على التليفون ونقارن كده ونبدأ نعاد هنلاقي من 0 لحد 2 بالزبط تقدم من السري لحد مثلا 3.9 خلاص note the millimeter is the measuring unit of the very small lens المليمتر طبعا هو وحدة قياس الاطوال الصغيرة جدا وده طبعا equals to 10 power negative 3 meter بتاعلي برضو سهل جدا وكلامه هدينه من الابتدائي how it is used ازاي بقى بيستخدم برضو نبدأ نركز في الحتة دي هو الاستخدام بتاعه سهل والطريقة بتاع الحل سهلة بس انا عشان يعني فيه ولاد بتتلغبط زي ما قلتلكوا او ما بيبقوش فاهمين كويس فانا برضو حابب انتوا ان شاء الله تبقوا فاهمينها كويس the object is placed between the two jaws of the caliber and gently pressed هنحط الجسم طبعا ما بين الفكين دول او the two jaws بتاع الكاليبر and gently pressed وطبعا هنبدأ نضغط عليها برفق كده the lens of the object is determined from the relation طول الطول ده كده بتاع الجسم هيتحدد من العلاقة the lens equal x capital plus x small طيب ايه ال x capital وايه ال x small تمام ال x capital اللي هو reading of the fixed scale هو الاراية بتاعت التدريج السابط اللي فوق اللي احنا قلنا زي التدريج بتاع المسطرة بالظبط مفيش فيه اي اختلاف which is recorded before the zero mark of the vernier scale واللي هيبقى متسجل قبل العلامة اللي متعلمها اللي هي بتاعت الزيرو بتاعت مين ال vernier scale بصوا اهو خلاص قبل العلامة بتاعت الزيرو بتاعت ال vernier scale حد يجي يقول يا مستر تم هو بدء هنا من zero خلاص وكده اصلا يبقى فيه خطأ في القراءة ده هو بدء هنا من zero خلاص يعني احنا كده بنبدأ نعد من هنا وهو اصلا المفروض نبدأ من هنا يعني المفروض zero يبدأ من هنا هقولك لا الفرق اللي من هنا لحد السن ده كده اللي هو ماسك على ال object ده اللي هو ال clue ده او الجو ده الفك ده اللي هو ماسك على ال object اه لو طبعا متشفت شوية عن الزيرو قبل الزيرو بس نفس الفرق اللي هنا هنلاقيه هنا هاو بصوا اهو نفس الفرق اللي هيبقى هنا هنلاقيه هنا هاو برضو ليه لان احنا المفروض برضو هنا هنقيس برضو ايه لحد هنا بقى ايه بقى لي ودينا لحد هنا لي ودينا لحد هنا هو برضو نفس ال difference ده خلاص يعني عشان برضو فيه ولاد بتطلق بط زي ما قلتلكم ماشي وبعدين اكس سمول بقى اللي هو ال vernier reading الاراية بتاعت vernier حاله which is determined by finding out the mark on the vernier scale that perfectly lines up with one of the marks on the fixed scale احنا قلنا صعب جدا ان احنا يعني نوجد مثلا اه الطول اللي ما بين الشرطة والشرطة كده بدقة يعني اللي هو زي ما قلتلكم الكسر العشري اللي من المليمتر الفراكشن اللي من المليمتر صعب جدا ان احنا نقيصه بدقة باستخدام المسترة او الفيكس عشان كده بقى زي ما قلنا احنا منيجي كده مثلا وعند الزيرو هنا نشوف بقى عند يعني عند الزيرو بتاع الفيرنير عند الزيرو بتاع الفيرنير اسكيل اللي هو خاص ب الجملة دي which is recorded before the zero mark of the vernier اسكيل وبعدين بقى احنا خلاص كده الكياس اللي عادي بتاعنا كويس هنقيص كده هنلاقيه كام هنلاقيه مثلا 2.9 هنلاقيه 2.9 سنتيمتر يعني 29 مليمتر ناخد بقى احنا كده ادي 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر وبعدين نعد هنلاقي 2.9 سنتيمتر طب مش احنا عارفين لما بنجي نحاول من سنتيمتر ليه ميتر بنعمل time stamp فهنلاقيه طبعا ده 29 مليمتر حلو او احنا بقى عايزين نحسب الفراكشن الصغير اللي بعد 29 مليمتر ده الكسر الصغير بقى ده بس عايزين نحسبه بدقة مش بالوايم كده او باي حاجة تمام ماشي فبنعمل ايه زي ما قولنا خلاص احنا كده وصلنا 29 مليمتر تمام بنمشي بقى بنشوف مين انهي رقم اللي هيبقى exactly او perfectly بالزبط تماما lines up with one of the marks on the fixed scale يعني بصوا هنا كده هنلاقي ده كده 7 السيفن السيفن هو اللي ماشي بالزبط مع واحدة من المليمتر اللي فوق بتاعت الفيكس سكيل هنلاقي الباقي كله بص في النص ما بينهم يعني او مثلا مش مزبوط قوي على واحدة من المليمتر الا على الفيكس سكيل ما احنا شنلاقي غير السيفن اللي من الفيرنيار سكيل هنلاقي السيفن بس اللي من الفيرنيار سكيل اللي هو تحت اللي ماشي بالزبط او جي على نفس الخط بتاعت واحدة من المليمتر اللي بقى على الفيكس سكيل اللي هي اللي فوق تمام وبعدين مش احنا قولنا اصلا ان يعني الفوق ده ماشي بالسكيل العادي يعني مثلا من سريل حد فور هنلاقي فيه 10 مليمتر هنلاقي فيه 10 ديفيجن خلاص من سريل حد فور هنلاقي فيه 10 ديفيجن معلش الاضاءة مش مزبوط او ماشي هنلاقي من سريل حد فور حوالي 10 ديفيجن خلاص كده وبعدين احنا قولنا بقى الديفيجن اللي بيبقى تحت ده قولنا بصوا بقى لو جدينا نقس من زيرو لحد التو ماشي وقربنا ده سنة كده بحيث ان الزيرو دي تبقى على السريب الزبط هنلاقي انها جاي بقى ايه لحد الثري بوينت ناين زي ما كنت بقول لكم خلاص يبقى من زيرو لحد طو هنلاقيها ااا زيرو بوينت ااااا ناين هنلاقيها بتساوي 0.9 فكل بقى scale او كل شرطة بقى من اللي تحت دي هتبقى 0.9 يعني كل شرطة من ال vernier scale هتبقى 0.1 زي ما قلناها في الصفحة اللي قابلي تمام وبعدين ماشي احنا كده قلنا هنشوف ال number اللي على ال vernier scale اللي هو مثلا هنا كان 7 that perfectly lines up with one of the marks on the fixed scale واللي بالظبط ماشي على شرطة من المليمتر يعني ولا في النص ولا جاي كده شوية ولا جاي كشوية بالظبط ماشي مع شرطة اللي هي من ال fixed scale اللي هو العادي خالص بتاع المصطرة بتاعتنا وبعدين and multiplying it by the difference between the divisions on the fixed scale and the divisions on the vernier scale وبعد كده هنضربه بقى يعني مثلا 7 ده هيبقى timers ال difference بقى الفرق ما بين the divisions on the fixed scale اللي هي 10 عادية خالص مش احنا قلنا كل شرطة كل division بتين وال difference بقى الفرق ما بين the division of the fixed scale and the division of the vernier scale وحنا قلنا ان ال division على vernier scale 0.9 فيبقى 10 اللي هو زي ما قلنا minus عشان هو عايز ال difference آآ الزيرو بوينت ناين اللي هو ال division of آآ فيرنير آآ سكيلف طبعا ten minus 0.9 هيدينا 0.1 فهنعمل بقى 0.1 مساء حد ما نشوف الاكس اول حاجة نبدأ نشوف الاكس ونبدأ نشوف الاكس طبعا اللي هو على وقلنا هنقس من الزيرو عادي ومحدش يجي يقول يا مستر ده احنا بنقس من هنا المفروض نبدأ نقس من لا ما خلاص قلنا الفرق اللي هنا ده بيساوي الفرق اللي هنا تمام يبقى كده هنبدأ من زيرو عادي خلص وبعدين نبدأ نكمل لحد ما نشوف الزيرو اهو ادي الزيرو بتاع الفرنير اسكيل قبلي على طول مش احنا قلنا اهو اه ماشي اهو اه which is recorded before the zero mark of the vernier اهو قبلي على طول ماشي فهنلاقي ده عندي كم؟ عندي 2.9 زي ما قلنا قبل كده بص ده عندي ايه؟ عندي 2.9 سنتيمتر ناخد بالنا 2.9 سنتيمتر هيبقى بيساوي كم؟ 29 مليمتر تمام حالو عايزين نحسب بقى الكسر اه سوري عايزين بقى نحسب الكسر اللي هو الفراكشن اللي بعد 29 مليمتر ده خلاص ليه؟ عشان الزيرو اهو ما بين ده وبين ده فاحنا بنجي قبليه على طول وبنبدأ نحسب الفيكسد اسكيل اهو عشان كده هو بيقول ايه؟ before the zero mark of the vernier اسكيل عشان كده احنا بنحسب الطول بتاعه من الفيكسد اسكيل بقى كده بقى هنوجد الكسر العشري بقى او الفراكشن من المليمتر بالفيرنير اسكيل حلو او وبعدين يبقى احنا كده معانا 29 مليمتر عايزين نحسب بقى الفراكشن قولنا هنمشي بقى من هنا كده على الفيرنير اسكيل ونشوف بقى الرقم اللي يعني ماشي على خط من الشرط اللي فوق دي بالزبط اهو هنلاقي هنا السكس السكس مثلا اهو بصوا ماشي بالزبط مع خط من اللي فوق لو بصونا هنا كويس زي ما كان هنا السيفن هو اللي ماشي بالزبط مع الخط اللي فوق بصوا سكس هنلاقي ايه ميل كده شوية ما بين الاتنين ايد برضو هنلاقي ميل ما بين الاتنين هنا برضو كل اهو الارقام هنلاقيها يعني موجودة ما بين الاتنين يعني ما هيش ولا على شرطة من الشرط اللي فوق اللي هي بتاعت الفيكست اسكيل هنا هنلاقي برضو كلهم كده مع ده السكس خلاص السكس هي الوحيدة اللي ماشي بالزبط مع شرطة من الفيكست اسكيل خلاص هنعمل بقى سكس الى ايحنا قلنا تين ماينس زي رو بوينت ناين فايدينا زي رو بوينت سكس طبعا اه زي رو بوينت سيكس براس اه توينت ناين الحن قلنا طبعا بنعمل بلاس بلاس ال اكس بلاس ال اكس سمول يبقى احنا كده جبنا ال ايكس كابتال اهو وقادي كده ال آهو خلاص يبقى احنا كده عشان هنجيب norms لنسب الكامل هيبقى يعني طبعا تونتي ناين بلاس زيرو بوينت سيكس هيدينا طبعا تونتي ناين بوينت سكس مليمتر تونتي ناين بوينت سكس مليمتر وناخد بالنا عشان اوقات بيطلبها بالسنتيمتر طبعا هنقوم عاملين بعد كده يعني عشان بقى نحول من مليمتر نعمل آآ ديفايد آآ خلاص يبقى بس ناخد بالنا نحن الوقتي بنقس بالإيه بالمليمتر خلاص اوه زي طبعا زي ما قلنا 2.9 سنتيمتر اللي هي تبقى 29 مليمتر لما نيجي طبعا نحاول من سنتيمتر لمليمتر بنعمل زي ما قلنا قبل كده زي طبعا هيبقى 6.1 اللي هو يبقى 0.6 طبعا وقلنا اللي احنا بنشوف الرقم اللي على الفيرنيال يعني ماشي تماما مع شرطة من المليمتر زي بقى اللي بتاعت الفيكس الاسكيل اللي عادي بتاعنا يبقى طبعا زي اللي هو الاكسترنال ديامتر هيبقى x capital بلاس x small زي ما عملنا كده هو 29 بلاس 0.6 فيدينا طبعا 29.6 مليمتر يبقى زي كوريكتد شويس is c what if you are asked to measure the external ديامتر of the ball by using the ruler تعمل ايه لو اتسألت عشان تقيس الكسترنال ديامتر ده باستخدام الروري المسطرة will the measurement be more accurate in this case هل الميجرمينت لما نقيس بيه المسطرة هتبقى accurate هتبقى دقيقة طبعا زي ما زي ما هي دقيقة ده في الحالة في الحالة دي طبعا هيبقى الاجابة no طبعا زي measurement will not be accurate معاش هتبقى دقيقة بتاعلي سهلة ويعني بتاعلي كده وضحت اكتر ليه الولاد اللي ما كانوش فاهمينها كويس او كانوا متلغبطين الماس بقى طبعا الماس طبعا عرفينها بقى من سنة رابعة وخمسة وستة عندنا ال two band balance عندنا ال one band balance عندنا ال digital balance وفيه بقى حاجة اسمها roman balance ده طبعا حاجة اديمة خالص طبعا مثلا اللي بيوزنوا عليها مثلا بقى ال animals مثلا زي مثلا البقر الجاموس لما مثلا بيجي حد بيدبح مثلا بيضحك اليد والحاجة فبعايزين نوزن بقى مثلا يعني دي كده حاجة اللي بنقيس بيها اوزان تقيلة شوية it was used in ancient times to measure the mass كان بيستخدم في العصور القادمة عشان نقيس بالمس but it has large percentage of error لكن بيبقى لي طبعا large percentage of error يعني نسبة خطأ كبيرة نسبة خطأ كبيرة في الكياس امتى بالزبط لما نيجي بنعمل relatively small masses لي يعني كتل صغيرة نسبيا زي مثلا ما نيجي نقيس مثلا 2 كيلو لحمة لا طبعا هيدينا بقى خطأ كبير ليه بقى لأنه هو اصلا مصمم انه هو يقيس مثلا بالاطنان مثلا بلاش مثلا البعر او الجاموس بتاع الاطحية مثلا نهو يقيس بالاطنان فلما انا عايز اجي مثلا اعيس 2 كيلو هو اصلا الخطأ عنده يعني ممكن يطلع في كيلو يعني لو اطلع مثلا كيلو زيادة كيلو نقص من طن او من اتنين طن طبعا بيبقى يعني كلام بسيط لكن اصلا لما انا جي اصلا عايز اجيس 2 كيلو هو اصلا يشل منهم كيلو او يزود عليهم كيلو بقى اصلا ده الاياس كده غلط خلص خلاص يبقى ده يعني بتبان عيوبه الاكثر او بيبان نسبة الخطأ اللي في الكياس بتاعته الاكثر لما طبعا نستخدم يعني الى حد ما طبعا او نسبيا كتل صغيرة زي مثلا 2 كيلو جريم وطبعا بيستخدم في كياس كتل طبعا ساك اف بوتيتوس مثلا شوال بطاطس مثلا او حاجة طبعا برضو بيبقى مثلا ممكن يكون بالففتي كيلو جريم بالوان هندرد كيلو جريم كده يعني بيقيس اوزان كبيرة شوالة الطوبان بالانس it is used in measuring masses in كيلو جريم طبعا ده بيقيس الماسس بالكيلو جريم depending on their equilibrium اعتمادا على الاتزان with loads of known masses لو تفتكروا كنا مخدينها في سنة ستة مع الاثكال اللي احنا عارفين الماسس بتاعت اللي هي مثلا حتة الحديدة اللي بتبقى عاملة كده اللي هي مثلا وان كيلو وحتة حديدة مثلا تانية اكبر منها مثلا شوية اللي هي مثلا بتبقى عاملة اتنين كيلو وحتة حديدة صغيرة خالص مثلا بيبقى مكتوب عليها نص كيلو هذه اسمها اللودز of known masses اللي هي الاثكال اللي معروف الماسس بتاعت طيب محدش برضو فكر ان اللي كان لازم العلماء او لازم الناس عموما يعني الانسانية عموما يتفقوا على حتى معيار محدد لحتة الحديدة اللي بنحطها هنا اللي بقى مكتوب عليها اتنين كيلو وحتة الحديدة اللي هو الثقل يعني اللي بقى موجود هنا اللي مكتوب عليه كيلو ليه لان ممكن الناس تغيش يعني انا ممكن مثلا او انت مثلا ممكن تيجي عايز توزن مثلا اتنين كيلو موز او اتنين كيلو تفاح ممكن الرجل يبقى غاشس اصلا حتة الحديدة دي اللي هو حطتها الناحية التانية عشان يحصل بالانس وتبقى انت فعلا واخدت اتنين كيلو تفاح يبقى هو اصلا غاشاشة وعملها اصلا كيلو ونص وانت هتعرف من ايه ممكن يكون هو غاشش حتة الحديدة دي لما جاي يعملها اصلا لما جاي يجيب حتة الحديدة اصلا اتعملت على اسل انها كيلو ونص مثلا وهو كاتب عليها اتنين كيلو فانت طبعا جيت على اسل ان انت تاخد اتنين كيلو تفاح فهو حطت التفاح هنا في الكفة التانية فهتتوزن مفروض مع ايه مع كيلو ونص فانت كده هيبقى كياس خطأ عشان كده زي ما هناخد بعد كده كان لازم ان العلماء او الانسانية عموما يعني يوحدوا الكياس على مستوى العالم عشان طبعا يقللوا الغيش وهناخد بعد شوية طبعا ان في اجهزة ركابية من الدولة طبعا بتنزل مخصوصة عشان تقيس المعايير دي يعني اجهزة مخصوصة بتنزل عشان تشوف مثلا حتة الحديدة الاتنين كيلو دي هل هي فقط اتنين كيلو ولا هو الراجل غشش فيها حتة الحديدة الكيلو اللي الراجل بيحطها الناحية دي ومحاطة مثلا الفكة الناحية دي عشان يوزن كيلو هل هي كيلو فعلا بالزبط ولا هو الراجل غشش فيه خلاص يعني دي كده حاجة بسيطة طبعا بيستخدم في قياس الماس بالكيلو جرام such as measuring the mass of vegetables and fruits الديجتال بالانس طبعا عافينا هو بياسي لsmall masses it is used in measuring the very small masses with very high accuracy طبعا بدقة برضو عالية such as measuring the masses of golden accessories طبعا الاكسسورات الذهبية او المجوهراتي for example of measured masses ناخد بالنا بقى the mass of the milky way galaxy ايه دا هي دي measured asset يعني اتحطت على balance لا طبعا it is by calculations كده معينة حسابات معينة للمواد ولل density ولل volume يعني جات كده مثلا من قانون مثلا زي ما نقول كده density time is the volume مثلا يعني يعني طبعا مثلا حسبوا مثلا العلماء الدنست بتاعتها وحسبوا الفوليوم بتاعها فيبقى مثلا الم equal d times lv مثلا خلاص يعني ما بتتأس طبعا الماز بتاعت الملكي way galaxy ان احنا بنحطه على مزان او حتى الرومان برانس يبقى the mass of the milky way galaxy equal 10 power 42 kg the mass of saturn طبعا 5.7 times 10 power 26 kg the mass of afrog طبعا دي هتبقى صغيرة وخالص 0.022 kg فدي طبعا لازم يعني لو حولناها لgram بتبقى اسهل mass of the electron عارفين الالكترون اللي كان بيدور حوالين الزرة اللي احنا كنا نقول اصلا الكتلة بتاعته مهملة خالص جنب كتلة البروتون والنيوترون كتلة الالكترون دي يعني حاجة صغيرة جدا 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 جنب كتلة البروتون والالكترون فبصوا بقى المز بتاعته قد ايه 9.1 times 10 power negative 31 محدش ياولادي يفتكر الباور النيجاتف ده ان الريزالت ان القيمة في الاخرى تطلع نيجاتف لا هو يطلع كسر من الone يعني fraction من الone بس fraction من الone صغير جدا 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 خلاص نمبر ثري طبعا ال time some measuring tools of time hourglass طبعا الساعة الرملية one of the oldest tools to determine the time in which sand flows from the upper pulp من الانتفاخ العلو ده to the lower pulp during a certain time طبعا في خلال فترة محددة طبعا يعني اللي بيبقى عامل hourglass دي هو اللي محدد بقى السمك الفتحة دي طبعا او رفعاء يعني من السمكة بقى رفعاءها وهتقدر تنزل كمية رمل قد ايه طبعا to the lower pulp للانتفاخ السوفلي ده طبعا during a certain time في خلال فترة معينة او وقت معين that is specified when design it طبعا اللي بتبقى محددة او معينة اصلا وهو جاي يصمم البندرام كولوك طبعا دي اخدناها كتير في اه تاني اعدادي او وفقولي اعدادي برضو it depends on its measuring of time بيعتمد على قياس الوقت للوقت on energy conservation law على قانون حفظ الطاقة of a bendram that swings by a small angle البندرام طبعا اللي بيبدأ swing كده ويعمل oscillating motion كده ب small angle بزاوية صغير stop watch it is used to measure a finite or a definite interval of time طبعا فترة زمنية محددة such as measuring the time taken by eraser to finish erase الوقت اللي بياخده متسابق عشان ينهي الصباق or the time taken by the body to fall from the top of a building او الوقت اللي بياخده جسم عشان يسكت من مثلا كمة عمارة او كمة مثلا ببنى معين الديجتال ووتش طبعا سهلة جدا برضو it is used to determine the time and it is one of the newest tools that is used in our daily life طبعا كلام جميل جدا يعني وسهل خالص هي من الأجهزة الحديثة طبعا ومن الأجهزة الحديثة اللي بتستخدم طبعا في قياس الوقت في حياتنا اليومي بعض الأمثلة على قياس الوقت عمر الكون طبعا دي هنلاقيه طبعا ملايين السنين ومليارات السنين يعني لما نيجي نحول بقى من second لminute ومن minute لhour ومن hour لday عارفين طبعا ان day في 24 hour وبقى نحول من day لyear عارفين طبعا ان اليير فيها 365 and quarter day وبقى نحول بقى من year نشوف بقى الage of the universe كام بقى مليون year كام او كام مليار year طبعا ده طول اليوم او الوقت يعني بتاع اليوم طبعا دي بقى لو جينا نحولها طبعا من second لminute لhour هنلاقيها طبعا هتبقى equal 24 hour الفترة الزمنية ما بين ضربات القلب طبعا دي هتبقى fraction من second بقى 0.8 second test yourself choose the correct answer what are the two suitable tools for measuring the length and the diameter of a metal wire respectively يعني ايه ايه هما ال two suitable tools يعني الادوات المناسبة او الاداتين المناسبتين for measuring the length عشان نقيسه الطول ماشي و ال diameter ال diameter ده الكتر بتاع metal wire ناخد بالنا بقى metal wire يعني سلك معدني مثلا زي مثلا السلك زي ما قلنا اللي بيبقى مثلا بتاع الشاحن مثلا بس السلك المعدني اللي جوه بقى عايزين نقيس ال diameter بتاعه طبعا يبقى حاجة صغيرة جدا لكن اللينس بقى بتاعه مثلا بتاع سلك الشاحن ما ده عادي ده ممكن نقيسه اصلا بالايه بالميتر تيب و ممكن نقيسه برضو بالرولر تمام بس هو المشكلة بقى اللي هتخلينا نختار بيه ال second factor بقى اللي هو ال diameter بتاع الميتال واير طبعا ما ينفعش بقى يعني لو كنا هنختار رولر هي ممكن تمشي برضو مع اللينس بتاع الميتال واير عادي بس عشان بقى نقيس ال diameter بتاع الميتال واير هنجي هنقيسه بميتر تيب لا طبعا ما هوش يبقى قياس دقيق خلص يعني اما ال diameter بتاع الميتال واير بقى هنقيسه بالميكرو ميتر خلاص يبقى يبقى choice P ده هو الوحيد اللي ينفع لكن مثلا ينفع ميكرو ميتر و vernier caliper ما هم الاتنين بيقسوا حاجة دقيقة واللينس طبعا بتاع الميتال واير مش محتاج حاجة دقيقة ده بيبقى اللينس بتاعه طويل مثلا طب ينفع vernier caliper عشان نقيس اللينس ورولر عشان نقيس ال diameter لا المفروض العكس يعني لو العكس دي كان صح يعني لو الرولر الرولر عشان اللينس و vernier caliper عشان ال metal wire كانت تبقى صحب خلاص زي دي كان ده زي كده بيه metal meter tape و micro meter خلاص يبقى هنختار بيه زي ما قلنا meter tape لللينس وال micro meter لل diameter third بقى اللي هو ال measuring units طبعا عشان طبعا زمان ننسينا الثرد بتاع ايه الثرد بتاع الكي elements لو نفتكر اللي احنا قلناه خالص في اول الشرح ان احنا بيبقى عندنا key elements اللي هما physical quantities اللي احنا طبعا خدناهم اللي احنا قلنا فيه fundamental وفيه derived وبعدين وبعدين ال measuring tools اللي اه ادوات الكياس بقى اللي هي طبعا common balance وال vernier caliper و ادوات الكياس اللي احنا اخدناها دي خلاص و ال roman scale او roman balance ده و طبعا وال hourglass والحاجات دي عشان نقص بقى time وقلنا بقى number three او third اللي هو measuring units وحدات الكياس each physical quantity either fundamental or derived سواء كانت اساسية او مشتقة has a measuring unit لازم يكون ليها وحدة كياس ليه to identify it عشان نعرف نعرفها او نفهم يعني اكتر الوصف بتاعه ليه بقى because a quantity without its unit of measurement is meaningless يعني ايه الكلام ده عشان الكمية الفيزيائية من غير الوحدة بتاعتها من غير وحدة الكياس بتاعتها is mean English يعني ليس لها معنى مفيش لها معنى for example the mass of a body equal 5 equal 5 ايه 5 10 مثلا بنوزن حديد و اسمنت و حاجات كده تقيلة ولا 5 kg بنوزن مثلا fruits and vegetables ولا 5 g عشان مثلا بنوزن اه دهب او حاجة اه ماشى يعني يعني لازم يكون ليها measuring unit عشان تكون ليها meaning لكن كده 5 كده بس تبقى طبعا meaning less يعني بدون معنى the value is meaning less ليس ليها يعني ليس لها معنى because it has no measuring unit to identify it لانه طبعا has no measuring unit لانه مفيش ليها اه طبعا وحدة قياس عشان تتعرف لكن لو جينا قلنا بقى the mass of a body equal 5 kg اه خلاص كده بقى معروف مثلا ده مثلا mass بتاع شكرة رز مثلا mass بتاع fruits او vegetables او حاجة يبقى the quantity is fully clarified هنا بقى طبعا وطحت بقى بالكامل او بقت طبعا معرفة يعني بالكامل because there is a unit of measurement to identify it لانه طبعا في وحدة قياس عشان نعرف note some physical quantities have no measuring units بعض الكميات الفيزيئية ناخد بالنا من ال point دي كويس جدا have no measuring units ليس لها وحدة قياس ايه ده عشان هي فعلا ملهاش وحدة قياس لا عشان هي بتبقى نسبة ما بين وحدتين like relatively sorry like relative density relative density هي النسبة ما بين density of the body to the density of water يعني مثلا raw body او raw object ماشي او raw divide raw water طبعا ده ده بيتقاس بالdense دي بتتقاس بالكيلو جرام بير كيوبك متر او بالجرام بير كيوبك سنتيمتر ودي برضو بتقاس بالجرام بير كيوبك سنتيمتر طبعا لما بنعمل بقى بينهم relative dense طبعا بتبقى الميجرينج يونيت يعني ملهاش معنا دلوعد خلاص and refractive index اللي هي برضو معامل الانقصار المطلق كنا خدناه في سنة تانية اعدادة طبعا اكيد نسنة بس يعني نفتكر برضو ان هو برضو ratio between the velocity of light through air to the velocity of light through any other transparent media لو تفتكروا النسبة ما بين سرعة الضوء في الهواء وسرعة الضوء في اي وسط اخر فطبعا فيعني نسبة ما بين سرعة و سرعة برضو فبالتالي هتبقى no measuring unit خلاص ناخد بالنا بس من الحكم الحتة دي خلاص وان شاء الله ما يبقاش في لغبة طالح and that is because they are equal to the quotient of two quantities of the same kind عشان دول بيبقوا بيساوي الكوشنت اللي هو يعني ratio او خارج الاسمة ما بين two quantities of the same kind ما بين كميتين من نفس النوع فخلاص يعني ما بنكتبش اليوم measuring there are multiple systems to specify the measuring units of the fundamental physical quantities such as هناك طبعا عنظمة عديدة عشان نقدر نحدد بيها الكميات sorry وحدات القياس الاساسية او الكميات الفيزيئية الاساسية زي french system و bridge system و metric system طبعا ناخد بالنا مثلا من الحاجات دي وناخد بالنا ان french system اسم تاني اسمه gushan system bridge system mesh و metric system طب ناخد بالنا من الاختصارات دي برضو length و mass و time دول اهم وحدات اساسية اصلا في french length centimeter عشان كده بص الحرف ده c اللي هو اول حرف من سنتيمتر gram اهو اول حرف second برضو اهو يبقى c g s يعني سنتيمتر gram second bridge بقى هنلاقي طبعا قياسات غريبة خالص الطول اصلا بالفوت بالقدم و mass بالباوند بالرطل حاجة طبعا قديمة خالص يعني و time برضو بالsecond فنلاقي ده بقى f b s يعني foot bound second نعرف طبعا ده عطول ان هو bridge metric system بقى ده طبعا الميتر و kilogram second meter kilogram second اه بتالي كده يعني بدأ انا حتى نفهم اه الفكرة يعني المقدمة انا عارف طبعا المقدمة بتاعت الماناها كتقيلة شوية و يعني فيه ولاد كتير بيسترخموا عشان يقولوا مع الحاجات دي كلها عارفينة يعني وما لهاش لازمة اه لكن هي مهمة عشان اه نعرف فايدة توحيد القياس او توحيد القياسات على مستوى العالم كله وعشان كده زي ما قلنا لجأوا بقى بعد كده ال international system of units اللي هو system international units طبعا بقى international system يعني نظام عالمي للوحدات ده بقى ان شاء الله هنقده في الفيديو اللي جاي موسيقى